يزداد التوتر بين الولايات المتحدة والتركيا حول صفقة المقاتلات F-35 ويبلغ ذروته بإعلان غير بسبوق من واشنطن وما جد جديده في الأمر أن البنتاجون يعتزم إلغاء الصفقة بشكل نهائي وإعادة الطيارين الأتراك إلى بلدهم بسبب إصرار أنقرة على شراء صواريخ S-400 الروسية التهديدات الأمريكية جاءت على شكل منح أنقرة مهلة زمنية مشروطة إذ قالت ألين لورد مساعدة وزير الدفاع إنه في حال لم تتخلى تركيا حتى نهاية تموز عن فكرة شراء S-400 فإن الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في الولايات المتحدة على طائرات F-35 سيطردون وستلغى العقود الممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لتلك الطائرات تركيا التي تعتبر من الشركاء الرئيسيين في برنامج F-35 وعبرت عن رغبتها في شراء مئة مقاتلة بقيمة 9 مليارات دولار لم يصطر عنها أي رد حول اللهجة الأمريكية الحادة على الرغم من أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان بعث لنظره التركي خلوص أكار رسالة لإعلامه بقرارات البنتاجون وفي خضم هذه التطورات تخرج تصريحات روسية بمثابة صب الزيت على النار وتكاد تكون أشبه بتأكيدات حول إتمام صفقة منظومة الدفاع الجوي S-400 مع تركيا إذ قال سيرجي تشيميزوف رئيس مجموعة روستيك الروسية إن بلاده ستبدأ بتسليم أنظمة صواريخ S-400 لتركيا خلال شهرين وأن كل شيء على ما يرام مشيرا إلى أن الجانب التركي سدد فاتورة بقيمة جزء من الصفقة واسط ترجحات أن يستخدم هذا الرجل عصاه التي اشتهر بها وهي فرض العقوبات والتي من شأنها أن تكون ذات تأثير على الاقتصاد التركي ترجمة نانسي قنقر